إذن ندعو على أساس ومفرد un potentiel في وقت معين إذن يدخل في la strategie de détection ولكن هذا ال potentiel كي نبدو رسول نعطوه un موديل على حساب un موديل de كونوستي détection روحه au niveau de la selección نشوف نحن ندعو نحن نعطوه لنعطوه 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 كذلك تدخل من ناحية تخطيط على كاريار شركة بروفوت وكذلك مخبر بحث نشاطات بدنية لجامعة البويرة لشركنا نتمنى لهم أنهم يبحثوا شركاءنا لتذكير فقط أن هذه فرقة البحث تشتغل وتعمل على مواضيع خاصة بانتقاء واكتشاف المواهب الشابة تحت إشراف الدكتور بوعلام شارف فرقة متكونة من خيرة الدكاترة لهذه المدرسة الساتدة باحثين الدكتور غيموز أمين الدكتور توامع لي الدكتور حاشي زوبير لنشكرهم على هذه المبادرة واقترحوا هذا الموضوع في هذه المناسبة قبل أن نبدأ أشغال هذا اليوم الدراسي نستمع إلى النشيد الوطني خاصة على النشاطات التربوية الأخرى الاجتماعية واللي خاصة بالمجتمع واللي خاصة بأمنا بهذا بنرجع دائماً أهمية التطرق والعناية بالموضوع هذا اللي أخلاص نحن نعلم بالنشف للأسف حتى في التدريس تعنا رانا نعطولو يرانا نعطولو أقل من خمسة من خمسة بالموضوع في العناية بالفئة شباية من التعليم باشتكون في القسم أ ألف قسم با قسم س إلى آخر حتى الأولاد لا يكونش عندهم نقص لا يكونش عندهم ما يعرفش سوالح شكراً 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 من ستحدث مع المخصص. أمريد المصنع. أمريد المصنع. أتبعي على المصنع. موضوع منتقل. أماكن منتقل. أماكن منتقل. هذه لن تجربه ليس لن تجربه لن تجربه لن تجربه نعم حيث لن تجربه خلال أخل شفر شفر كم أيضا العديد من خلال كما ترسى أنه تقنق أقليل أيضا عزوج في جنوب المترجم للقناة on a été invités aujourd'hui pour participer à la journée d'études je remercie vivement le professeur Hamissi et toute son équipe de nous avoir invités on est venu aujourd'hui justement pour présenter un outil, un dispositif médical qu'on appelle le BiodiExpert qui est un outil que les sportifs utilisent dans le cadre de leur suivi à la recherche de performance et aussi éventuellement pour connaître un peu tous les aspects concernant le suivi aussi médical qui peuvent éventuellement être utilisés dans le cadre de détection de blessures donc c'est une continuité et c'est un outil qui est très utilisé en France qu'on représente ici en Algérie et on souhaiterait naturellement développer cet aspect essentiellement sur la partie sportive et on remercie encore une fois le professeur Hamissi et toute son équipe de nous avoir invités à cet événement c'est un événement très très intéressant sur le plan scientifique donc cet événement du dérabel alors cet événement du dérabel مخبر تكنولوجيا الرياضة بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا الرياضة بديل إبراهيم هذا اليوم الدراسي كان فيه العديد من الأساتذة الجامعية المختصين في ميدان التدريب ورعاية الموهوبين في هذا اليوم الدراسي شاهدنا عدة مداخلات اهتمت بالجانب النظري وكذلك الجانب التطبيقي لكيفية اعداد المواهب الشبانية في جامع الرياضات اهتمت بصفة خاصة باستحداث الاستعمال التكنولوجيا الحديثة في ميدان رعاية الموهوبين وكذلك كل ما تعلق بمنهجية التدريب الحديثة في هذا الموضوع وهو موضوع من المواضع الجد مهمة في ميدان التدريب الرياضي هي اهم المخرجات من حيث اليوم الدراسي هي العناية الفائقة بهذه الفئة وهي فئة الموهوبين التي تعتبر ركيزة اساسية في منظومة التدريب الرياضي الحديث بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لمخرجات هذا اليوم الدراسي وبعد عمل لمجلس عضاء مخبر بحث تكنولوجيا تدريب الرياضي نشكر كل رؤساء الفائقة لوفقة على اولا امضاء اتفاقية مع الاتحاد الجزائري لكرت قدم وبالمناسبة المدرسة العليا لرياضة بالتنسيق مع مخبر بحث تكنولوجيا تدريب الرياضي وتحت اشراف او بمساعدة او انكولوبراسيون مع الاتحاد الجزائري لكرت قدم هو شارك لمدة اربع سنوات مع المدرسة سينظم اول مؤتمر دولي ان شاء الله في شهر المايل القادم وراح نطرق الى كل محاور المتعلقة بتدريب الشبان استعمال التكنولوجيا الحديثة الجانب الطاكتيكي كذلك الجانب الطبي اذا اول مؤتمر دولي سيكون بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الجزائري لكرت قدم وكان لنا شارف اننا بتحت اشراف مدير المدرسة امضينا عقد شاركة لمدة اربع سنوات وستبدأ اول بند من هذا الشاركة هو تنظيم مؤتمر دولي بتحت عنوان التكنولوجيا التدريب الرياضي خاصة في كورت القدم زيرتوب اول قناة الالكترونية في الجزائر اشتركوا في القناة